بسم الله خلونا نعمل مع بعض اسكادول لبواب هنروح لفيو عشان نعمل الاسكادولات طريبا طريق واقف اسكادولز هقول له انا عايز اعمل اسكادولز هبدأ من هنا اختار الحاجة اللي انا عايزة دورس تمام لو ما لاتهاش موجودة يبقى الفلتر دوت مش هل من علي كلمة ارتكشور تمام وهنا هكتب الاسم اللي انا عايزه وهنا بيقول لي عايز اسكادول ولا اسكادولز ده بينظم الاسكادولز بعد كده يعني ممكن اعمل اسكادول خاص مثلا برقم الغرفة ورقم الغرفة واسم الغرفة بحيس اول ما كتب الاسم تكتب الرقم فاحنا غالبا بنستخدم الاسكادول الفيسز تمام عندي كزا في المشروع ممكن اعمل للحاجات اللي اتنفذت فعلا للحاجات الوركينج ممكن تختار حاجة غلط فما تلاحش عندك بواب كتيرة مع انك انت متأكد ان انت عامل بواب فلازم تأكد موضوع الفيسز اقول له اوكي وابدأ انظم الاسكادولاب بتاعتي تمام ايه الحاجات اللي انا عايزة تمام هنا بيقول لي اختار الحاجات من البواب طيب هقول له انا اعز اسم الفاملي واسم الفاملي نيم واسم الكاونت والكوست والهاي بتاع الباب الليفل كل دي خانيات تقدر تختار منها تمام طبعا الواتس انا عايزة جنب الهاي اه تقدر تزوز ايه هذا مرتين ترجع هنا وتقدر تضيف برامتر جديد او تعمل حسابات يعني تقول له تزود مثلا عشر سنتي على الارتفاع بتاع الباب اه هنا تقدر تزود دمج بين اكتر من برامتر طيب لو في بواب موجودة في لينك اخر يعني انا دهوقتي بعمل اه حصر لمشروع معين وكان المشروع ده متقسم على كزا لينك فهتلاقي اللي طلعه لك اللي موجود في المهات في الريف الده بس فانو انت عايز اكتر بتقول له فيبرأ يسحب من اللينكات الحصر بتاعه تمام هنا ممكن اقول له ايه دي اه حاجات زيادة بقى ممكن اقول له مسلا ان عايز حاجات مثلا من الروم تمام فهيجيب لي معلومات خاصة بالروم الروم الروم دي من الغرفة اللي انت الباب ده هيفتح عليها ودي من الغرفة اللي الباب بيفتح منها تمام فممكن اقول له مسلا ايه انا عايز الروم النام والنمر تمام تقدر تختار اي حاجة من دول مش لازم اللي انا اخترتوها تقدر تحط اي معلومة من المشروع تمام طبعا هتبقى عمود سابت لك لان لو اتغيرت هتغير في كله رفي تي لينك ممكن تسحب معلومة معينة ان الباب ده موجود في اني ملف لينك تمام الحاجات دي اللي احنا سألنا دلوقتي الجزء ايها دي بتختلف من حاجة الحاجة يعني مثلا لما تجي تحصل مثلا كيبل تري بيش يجيب لك فروم روم ولا تروم تمام دي خاصة بالليب ويب عشان كده عملنا له درس مستقل تمام هقول له ايه اوكيي جاب لي اللي موجود في المشروع تمام تقدر تكتب هنا المعلومة اللي انت عايزة اقدر هنا اقول له هايلايت الموديل فايقدر يفتح لي الحاجة دي في قلب الموديل اللي باب ده تبيره اللي هو موجود فين لو في معلومات اول ما تغير هنا تتغير في الموديل كيانك بدل ما تفتح آآ آآ فاميلي فاميليو وتعدل فيها ممكن تعدل المعلومات من هنا وفي بعض المعلومات لا لازم تفتح الفاميليو وتعدل فيها يعني هي برامتر محددات فانت بدل تغير بعضها من هنا وبعضها بيكون مقفول ما يفعش تغيره تمام هو بيبدأ يجيب لك صورة اللي الباب ده موجود فين لو بش واضح بتقول له هارهولي في مكان تاني هارهولي وعارف ايه بقى بيبدأ يعمل سيلكت على الباب دوت ده الباب دوت اللي انا عمله سيلكت الوقت هدوس كنترول تابع عشان ارجع عليه السيكاتول اللي انا كنت عامله او اقدر اختار من هنا دور سيكاتول الجزء دوت مش موجود غير في ريفلت 2019 اللي هو التقسيمة دي ده او ان انت اصلت بقى دنسي خاص لي تمام ده كده بيحصور لي باب بيب فقدر اجي هنا من فلد واقول له انا عايز فلتر تمام تقدر تفلتر الحاجات بحيث ان باب معين هو بس اللي يظهر يعني اقول له مثلا انا عايز افلتر بنخليها مثلا خاصة معينة زي الهاي الويتس الهاي وهكذا او ممكن اقول له سورتنج انت جروب اتميز بيبدأ يقسمهم لي حاجة حاجة فانا اقول له عند من اللي اتميز حسب الفاملي اند تايب مسلا وقول له اوكي شو كل يحصل هيبدأ اجيب لي كل نوع في منه كم واحدة كل نوع في منه كم واحدة واكسب بالشكل دوت ممكن اقول له اكتب لي بقى الرقم بتاعهم في الفوتر اكتب لي العدد بتاعهم جراند توتل لي العدد النهائي تمام ممكن اقول له اثمهم لي حسب الليفل يعني كل الليفل في الحاصر بتاعه الواحدة حاصر اللي بوايب وحاصر اللي باعتهم دي الحاجة الموجودة في ليفل واحد دي الحاجة الموجودة في ليفل تو واكسب تمام ده بالنسبة لسورتنج اند جروبينج الفورمات بابدأ اختار بقى الاسم لكل واحدة فيهم تمام وتقدر تتعدل الموضوع ده من هنا هتقدر تجاه في الفاملية دي وتسميها مثلا ماي فاملية مثلا اصلا اكيد يعني مش صارع جادر هنكتب في فابلي هنكتب في مثلا اه انهمة في برودكت مثلا اه بتجي هنا تقول له انا عايز الاسم دوت الكتب فورزنتل او فورتكال باش هتشوف التأسير دوت غير لما تحطه في الشيت لما تاخد السكادل ده بترميه فقل بالشيت بس خلي بقى انت بتنامي اللي حسن يتكسر هتجي في الشيت وتقول له ايه نيو شييت بيقول لك اعايز انا شييت تقول له الشيت اللي افترادي وتسحب الاسكادل اللي تبدأ تحطه هتلاقي بقى موضوع السمك الخطوط وحاجات دي كلها هتقدر تتعدل من هنا ممكن مثلا قسط تقول له انا عايزك تحسب لي التوتال او المينموم او الماكسيموم او كالكوليت منموم قد ماكسيموم وهكذا ممكن تحط فلد فورمات تقول له مثلا اه انت بتحسب يعني واحدة ده هنا بسيطة محاجرة افتراضية ممكن تقول له لا استخدم واحدة تانية غير اللي تبساطينه كوندوليشن فورمات بتبدأ تعمل معدلات خاصة يعني تقول له الكوست دوت لو هو بيساوي زيرو ادي له اللون مثلا اللي هو اللي في حلوقي تمام فين الكوست تخلي بزيرو بيقول لي التغيير ده يحصل في كل الطيب دوت خلاص اول ما يبقى زيرو بياخد اللون دوت دي كده يعني يعني كلام سريع عن درج السكادول لو انت عايز تعمك اكتر في الاسكادول ادخل على القناة بمقربية هتلاقي اا شرح مفصل في الاسكادول متساش تشترك في القناة وتعمل لايك وشير